مصادر يمنية تفيد بنشر جماعة الحوثي زوارقة مفخخة صنعت على يد خبراء من فيلق القدس الإيراني في البحر الأحمر تمهيداً لتنفيذ عمليات هجومية تسادف السفن المصادر أكدت أن الزوارقة المفخخة خرجت من سواحل الحديدة ونقلت إلى عرض البحر الأحمر إلى جانب ثلاثة خبراء أجانب سيعملون على التحكم بها عن بعد أثناء تنفيذ الهجمات معلومات تأتي بعد أن كان الحوثيون استادفوا سفنة يونانية ترفع علم ليبيريا جنوبي البحر الأحمر بقارب مفخخ في هجوم هو الأول من نوعهم طيفي في الستوديو الليلة محرر أشعون اليمنية في سكاينيوز عربية فواز النصر فواز أهلا بك معا دائماً في غرفة الأخبار يعني بالوقت اللي كان في عنا حارس الازدهار لوقف هذه الهجمات اللي تستهدف السفن يتبين لنا أن الحوثي يستخدم أسلحة جديدة فواز قبل ما أدخل في هذا القراءة هل كان لدى الحوثي هذا النوع من الأسلحة قبل حرب غزة؟ نعم الحوثي كان يمتلك زوارق المفخخة المصنوعة بخبرات إيرانية داخل الأراضي اليمنية قبل حرب غزة وقبل 7 أكتوبر نتحدث عن عملية للحوثي تم تنفيذها في استيداف ناقلة نفط قبالة ميناء جدة السعودي في 2020 تحديداً في ديسمبر كان هناك أيضاً في نوفمبر في نفس العام 2020 كان هناك استيداف أيضاً ناقلة نفط قبالة ميناء الحديدة وهي كانت تعبر جنوب البحر الأحمر إذن نتحدث وهذه الحادثة قاءت أيضاً بالتزامن مع حادثتين في منطقة الخليج واتهمت فيها إيران إذن هي الاستراتيجية إيرانية إيران عادة ما كانت دائماً تحدث التوتر أو تقوم بالحرب ضد مصالح الدول الغربية في مياه الإقليمية اليوم إيران هي أبعدت مياه الإقليمية وتحديداً خليج عمان ومضيق هرمز ونقلت المواجهة إلى جنوب البحر الأحمر وقبالت السواحل اليمنية وعبر ذراعها الحوثي وخصوصاً مع الوجود الإيراني على الأراضي اليمنية نتحدث عن المئة من خبراء الحرسة الثوري نتحدث عن فصائل عراقية لها تمثيل داخل الأراضي اليمنية وفي مناطق الحوثين وإيضاً حزب الله الذي يعتبر ثاني فصيل أجنبي في مناطق سيطرة الحوثين هو بالفعل يكاد يكون يملك القرار العسكري بعد خبراء الحرسة الثوري هي مجموعة تعمل في مكان واحد لكن فواز ما الذي تعنيه كل هذه المؤشرات؟ نحن قبل ما نظهر على الهواء معك البنتاجون يعلن أن 190 هجوم قد تم تنفيذه من قبل الحوثيين منذ نوفمبر الماضي وبالتالي اليوم مع هذه التطورات ومع هذا السلاح الجديد أيضاً تماماً ما الذي ينتظر المنطقة؟ لنتحدث عن استراتيجية حتى الزوارق المفخغة الزوارق المفخغة هو سلاح خطير طبعاً الحوثي لم يستخدم هذا السلاح منذ المواجهة البحرية منذ 7 أكتوبر إلا في استهداف القطع العسكرية التابعة لتحالف حارس الازدهار فشل حاول عدة مرات الجيش الأمريكي دمر عدد من الزوارق المفخخة لكنه اعترف بأن الزوارق العائمة هي الخطر على القطع العسكرية البحرية جماعة الحوثي الآن تمتلك زوارق مفخخة تسير عن بعض والزوارق عائمة وهذا السلاح الذي كان يشكل تهديد على خطر على القطع العسكرية لكنه هو منذ المواجهة البحرية لم يحاول استخدامه في استهداف السفون التجارية كان أول هجوم هو قبل أيام هو استهداف السفينة اليونانية والتي الآن هي على وشك الغرق كهجوم بقارب مفخخ استهدف المحرك السفينة وبعد ذلك هجوم بصاروخ على أيضا السفينة نفسها وهي الآن على وشك الغرق إذن الآن نتحدث عن الحوثي هل لديه أيضا أسلحة أخرى ستستخدم في مراحل أخرى هو يتحدث الآن عن عدد من المراحل الزوارق المفخخة دخلت على خط المواجهة في المرحلة الثانية عندما كانوا يحاول استهداف قطع عسكرية أمريكية في جنوب البحر الأحمر الحوثي الآن لديه آلاف الألغام البحرية لم تستخدم حتى اللحظة الحوثي وخبراء إيران لنتحدث عن أهمية الحوثي في امتلاك أسلحة بحرية رغم أن الحكومة اليمنية لم تكن تخوض مواجهة بحرية مع الحوثي أثناء المواجهة ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين تماما نعم ولذلك نرى هذه الأسلحة الجديدة تدخل على خط هذه المعركة لكن لفتني حديثك فواز عن أسلحة جديدة لربما ستظهر خلال المراحل المقبلة وبالتالي نتساءل عن الدور لعبه حارس الازدهار طوال هذه الفترة هو اللي كان موجود في هذه المنطقة في هذا البحر الأحمر لوقف هذه الهجمات ها هي الهجمات تكثر والأسلحة تتعدد والحديث الآن عن أسلحة جديدة هل فشلة؟ لنتحدث عن نوع المواجهة ما بين تحالف حارس الازدهار والحوثيين الحوثي يتواجد في منطقة يمنية يتواجد خصوصا على السواحل في جنوب البحر الأحمر والولايات المتحدة أو تحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة في عرض البحر نوع المواجهة قصف أشبه بقصف متبادل الحوثي يستخدم البر اليمني في استهداف السفن ويستخدم السواحل اليمني وتحديدا محافظة الحوثي الخاضي على سيطرة جماعة الحوثيين لكن أيضا الحوثي لا يستهدف السفن في بحر العرب وفي خليج عدن رغم أن السواحل اليمنية في تلك المنطقتين هي سواحل يمنية خاضعة الحكومة لكن نوع المواجهة هو عبارة عن قصف متبادل الاستراتيجية الأمريكية هي عبارة عن ردع فقط ولم تنجح أيضا في عملية الردع القطع العسكرية في جنوب البحر الأحمر والتي تتواجد في جنوب البحر الأحمر أو تحديدا إما في جنوب البحر الأحمر أو في شمال البحر الأحمر هي تتواجد يمكن في أماكن معينة غير قادرة على تغطية المجال الجوي للبحر لكنها تنشغل في التصدي لهجمات الحوثيين على القطع العسكرية و بنفس الوقت هو يهاجم أيضا السفن التجارية هو يخوض حرب ضد السفن التجارية و يخوض حرب أيضا ضد القطع العسكرية التابعة للتحالف حارز الإسيار جماعة الحوثيين بالفترة الأخيرة هي تراجعت هجمتها ليس تراجعت هجمتها بسبب نفاذ السلاح الذي الحوثي يمتلك أسلحة لمواجهة طويلة الأمد نوع المواجهة للولايات المتحدة مع الحوثيين غير كافية و غير مجدية و حتى اللحظة بحسب خبراء عسكريين يمنيين يتحدثون عن ماذا خسر الحوثيين منذ أن شنت الولايات المتحدة و بريطانيا عدد من الهجمات نستطيع القول أنه أقل من 10% من حجم الأسلحة التي يمتلكها جمعات الحوثيين و كسب بالجانب الآخر يقال أنه شعبيته تغيرت حتى أبدأ اسمع رأيك كافوز في هذه النقطة قبل ما نكمل حديثنا عن الخطر على الملاحة الدولية على مستوى الداخل اليمني جمعة الحوثيين لم تكسب شعبينا الجمعة الحوثيين تسببت في مشاكل كثيرة بالنسبة لليمنين تنقل اليمنين من حرب إلى حرب بدأت بالانقلاب و تنتهي الآن في مواجهة بحرية الميمنين تضرروا كثيرا بسبب حرب الحوثيين حتى في المواجهة البحرية نتحدث عن تصنيفهم كجماعة إرهابية دفع السكان اليمنين الثمن في ملاطق سيطرة الحوثيين نتحدث عن تصنيفهم الآن التحويلة المالية صعبة بالنسبة لليمنين أيضا نتحدث عن رفع تكاليف الشحب بالنسبة إلى المواناة اليمنية أكثر من 500% الحوثي في الداخل اليمني يحاصر اليمنيين يحاصر مدن ولا ننسى مئات الآلاف من اليمنيين قتلوا على جماعة الحوثي هذا ليس بجديد فواز لكن الجديد هو ظهور الحوثي وكأنه اليوم كسب الكثير من خلال مسانته للحرب في غزة وهنا نأتي على محور مهم هل الحوثي فعلا هو يروج أنه يقف مع حرب غزة لكن هل الحوثي ستتوقف المعارك عند حرب غزة أو المواجهة البحرية هذا هو السؤال الحوثي هو ينفذ قنيدة إيران المواجهة البحرية تديرها إيران وخبراء الحرس الثوري فيلق القدس حزب الله الفصال العراقية هي من تدير المواجهة البحرية الحوثي يسهل ويتبنى ولديها أيضا مجموعة تدربت في إيران وتدربت خارج اليمن وهي تشارك في هذه الهجمات هل الحوثي سيتوقف بعدها في حال انسحب الجيش الإسرائيلي مثلا لا الحوثي الآن هي منطقة نفوذ ومواجهة ما بين إيران وعبر دراعها الحوثي وأيضا الفصال التي تتواجد في الداخل الأراضي اليمنية وما بين الولايات المتحدة وحلفها هذه هي المواجهة ستستمر المواجهة الآن الحوثي لديه مطالب أخرى يقول انسحب القوات الأمريكية من المنطقة يتدخل في قرارات سيادية حتى في دول المنطقة أنها مثلا لا تريد لا تطبع مع إسرائيل مثلا الحوثي إيران فعلا هي الآن نقلت المواجهة من مياها إلى الجنوب البحر لا فتني فواز ونحن نتحدث قبل ظهورنا على الهواء أن هذه الجبهة مختلفة تماما عن الجبهة اللبنانية نعم مختلفة تماما لأن أولا الموقع يعني الموقع تقع على ممرات ملاحية مهمة وتجارية وبالتالي الحوثي سيستخدمها على مدى طويل الحل فيها هو أن الولايات المتحدة بريطانية وقفت بوجه الحكومة اليمنية في تحرير السواحل اليمنية واستعادة المناطق التي خضي على سيطرة الحكومة وذلك تمثلة في اتفاق السويد ومارسة ضغوط على الحكومة اليمنية والحكومة اليمنية هي التي تستطيع الولايات المتحدة بريطانية ممارسة الضغوط عليها اليوم الولايات المتحدة بريطانية تدفع ثمن تلك الخطوات وتلك الضغوط التي مورست على الحكومة اليمنية اليوم وقف تلك الجبهة أو إعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب البحر الأحمر أو إلى خليج عدن هو يتمثل في استعادة المناطق الخضعة لسيطرة الحثين حتى الآن لو توقفت المواجهة البحرية سيظل أيضا تهديد على مدى طويل جماعة الحثين بوجودها في تلك المنطقة إذا حصل أزمة في منطقة أخرى غير غزة الحثين سيستخدم البحر الأحمر وستعود المواجهة والقصف والصواريخ إذن الحل الوحيد والأمثل في وقف تلك هو دعم الحكومة اليمنية في استعادة كامل التراب اليمني إعادة الحثين إلى وضعهم الطبيعي كمكوّن سياسي خرج من صعدة وصل إلى صنع وانقلب على الدولة وسيطرة على عدد من المحافظة المحافظة على ما يبدو الغرب لم يتخذ هذا القرار بعد سنة النصرية للأسف انتهى وقتنا ربما نحن قادمين على سنة انتخابية سنة سواء في الولايات المتحدة أو بريطانيا تماما تغييرات كثيرة يمكن توقعها شكرا لك فوز مصر محرر الشؤون اليمنية في سكاينيوز عربية على حضورك معنا في السيديو غرفة الأخبار شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك